يوم حافل باللقاءات والتسويات وتبادل الصفقات انتهى بالتقاط صورة جماعية لوزراء خارجية المجموعة الرباعية زائد عمان وبيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية وضع النقاط على الحروف الاجتماع الذي حضره ولد الشيخ واعتذرت عنه الحكومة اليمنية لم يأتي بجديد خارج الرؤية التي قدمها المبعوث الاممي اواخر اكتوبر الماضي تلك الرؤية التي اعترضت عليها الرئاسة اليمنية وتسببت بازمة حدة بينها وبين المبعوث الاممي بعد رفض الرئيس هادي مقابلة لمرتين في الرياض قبل ان يلتقي الرجلان في عدن ويسلم هادي ملاحظاتي على الخارطة مطلع الشهر الجاري ولكنه لم يتلقى جوابا حتى الان كشف اجتماع الرباعية الدولية والبيان الصادر عن مكتب الناطق باسم الخارجية الامريكية عدم التفات الامم المتحدة واعضاء اللجنة لملاحظات الحكومة اليمنية واصطر للوزير الامريكي على محاولة المضي قدما في مشروع الحل المقدم سابقا بعد ان تعهد لمليشي الحوثي خلال لقائه بوفدها في مسقط بالعمل على انجاح التسوية الخارجية الامريكية في البيان الذي رشرته على موقعها اكدت ان الاجتماع سار بسلاسة كبيرة وبتوافق جميع المشاركين فيه دون الاشارة للمرجعيات الاممية والوطنية السابقة فيما كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الامريكي ان اي اتفاق يجب ان يراعي المرجعيات الاساسية ويبدو ان ذلك هو سقف الاعتراض السعودي على الاندفاع الامريكي والاممي في اليمن اعاد المجتمعون التأكيد على اهمية التسلسل السياسي والامن للاجراءات التي تضمنها المقترح الاممي ولعل التحول الجديد هو تحديد مكان المباحثات المقبلة في عمان وتحول خروج الرئيس هادي من المشهد لهدف رئيسي لجولة المفاوضات القادمة مع الاشارة الان الاجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الاممية لن تتم الا بعد توقيع كافة الاطراف على اتفاق شامل الفشل في تشخيص الازمة اليمنية بات جريمة بفعل فاعل وتكرارا للوقوع في فخ التسويات المنقوصة التي تجعل اليمن يقف في مفترق طريق صعب يحمله كل يوم بعيدا عن السلام واستعادة الدولة ويعزله عن محيطه وعمقه الجغرافي وبين التململ والانكفاء الخليجي واصرع اجنحاته المتعددة والاندفاع الايراني عبر البوابات المشرعة في وجهه يصبح اليمنيون امام ضغط اقليمي ودولي يحاول تمرير مشروع تسليم اليمن لتصبح الدولة الرابعة التي تسقط في يد ايران بقوة السلاح ومليشيا الملالي ولن يتوقف حلم الهلال الشيعي قبل التحول لدائرة مكتملة الاحكام اشتركوا في القناة